موسيقى إن الحديث عن العلاقات الثنائية التي تربط دولتي الغابون والمغرب يعرج بنا على ذلك التمييز الذي يجمع البلدين من خلال التعاون الدبلوماسي والسياسي والأكاديمي والثقافي والاقتصادي والعسكري لقد أبرم بلدان العديد من الاتفاقيات والشاركات على المستوى الدبلوماسي والسياسي أتحدث هنا عن الشاركة الموقعة بين الهيئة العليا لالتصال القابونية والهيئة العليا لالتصال السمع البصري المغربية إن هذه الاتفاقية قد مهدت لإقامة أجندة مشاركة للتعاون بين الهيئتين الإفريقيتين بغية التعزيز أدوات تقنين الإعلام وممارساته الفضلة بغاية تقوية أثر ونجاعة أعمل هيئة التقنين علاوة على ذلك تميز التعاون الأكاديمي بإرسال بعثات طلبية قابونية مهمة جداً في الصوب المغرب منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً لا سيما إلى الجامعات والمدارس العليا المغربية العمومية والخاصة فيما يتعلق بالروابط الثقافية التي تجمع بلدنا نلحظ بشكل ملموس العديد من تظاهرات الثقافية وبرامج التبدل بين الطلبة القابونيين ونظرائهم المغربة منذ نهاية التسعينيات يتعلق الأمر بأشطة ثقافية ما فتأت تعزز التعددية الثقافية في المغرب والقابون دعوني أحدثكم أيضاً عن مظاهر التعاون الاقتصادي بيننا حيث تم إبرامو العديد من الشركات الاقتصادية بين الشركات كبرى هنا في القابون ونظيرتها هناك في المغرب أتحدث هنا على سبيل المثال للحاصر عن تجربة الشركات بين جابون تيليكوم وموف أفريكا مع اتصالات المغرب ثم تلك الشركات بيننا على مستوى قطاع التعدين والإسمنت لقد نظمت الصفارة الجابونية بالرباط ملتقية أهمت فرص الاندماج المهني لجابونينا في المغرب هي ملتقية نظمة من طرف فعيين جابونينا في المجال وشهدت تواجداً لأكثر من خمسمائة طالب جابوني مقيم في المغرب وفي الختام دعوني أعرج على موضوع التعاون العسكري حيث يتسهم هذا التعاون بالعديد من التدريب العسكرية بين البلدين ولسيما تدريب الأطباء العسكريين والقوات المسلحة الجابونية وخاصة قوات الجو والأرض والبحرية الجابونية ورجال المطافئي الجابونيين وفي الانتصال للمسلحة الجابونية أترجمة نانسي قنقر أترجمة نانسي قنقر وفي الانتصال إلى المغرب